الكابتن والجمعة. الكابتن والجمعة قال تصريح. معرفش يعني هحاول جمع التصريح كده. كابتن والجمعة بيوجه رسالة لكابتن حسام حسن انت مش صغير في السن ومش هنعلمك تتكلم ازاي. بمكن تجيبولي بس التصريح والجمعة. آآ والتصريح التاني. طبعا معرفش ايه سبب التصريح كابتن والجمعة على حسام. هل كابتن حسام مثل في تصريحاته لمح. هالمؤتمر في المؤتمر الصحفي لمح على واق الجمعة. غريبة شوية. انا رسالتي لكابتن حسام. آآ حضرتك ما تتعاملش مع الكل واحد. احداك اسمك كبير جدا على فكرة وليك تاريخك والناس كلها بتحترمك وبتقدرك. زي ما كابتن والجمعة اين كان باحداك وجهت رسالة ليه لماحت الكلام عليه. احنا برضو والجمعة من الاسماء التقيلة. وتاريخ كبير جدا مع منتخب مصر. ومع النادي الاهلي. اه اكيد هيرد. لان برضو ليه ناس وليه جمهيره. ليه ناس بتتبعه. ليه ناس بتحبه. واسمه وتاريخ يعني. مفيش حد فوق النقد. حتى لو انا بتكلم على حضرتك. وجيت اتكلمت عليها فهتليني برد عليك. فاتمنى كابتن حسام واي الجمعة برضو هيرد عليك. اي حد هتتكلم عليه مثلا. هيرد. فانا بتمنى ان حضرتك اكسب الناس. يعني اكسب واي الجمعة. بقسمك من نان. يعني ايا كان احمد حسن لو بيختلف مع احمد حسن. ايا كان بقى الاسماء اللي مختلف معها. اكسب الناس لعبتوا الكورة. لان هم دول من الاخر هيبقى في وقت هيبقى سند ليك. بعد ربنا سبحان وتعالى طبعا. هينفعك. لان في الاول الاخر حان ما بيجي نتكلم كورة في اطار كورة مش في اطار شخصي. فهل كابتن كابتن واقل بيقصد كابتن حسام مسلا نرد عليه مسلا كابتن حسام وجه له رسالة. فانا بقول لكابتن حسام مش كل الناس اعدائك. مش عشان ابراهيم اتكلم وتلع اتكلم في مصلحة منتخب مص او اتكلم في الاطار الفني. يبقى انا ضدك انا الحمد لله من في وقت كتير جدا كنت مختلف معاك. بس باجي عند منتخب مص ما بجملش حد. وبقول نصيحة انا مش بنصح ما بحبش النصايح اصلا يعني. بس بوجه لك رسالة بالخبرات اللي الواحد الحمد لله عاشها. اللعب اللي احنا لعبناها. والروح اللي احنا عشناها مع منتخب مص. فبقول لك من خارج الصندوق زي ما بيتقال كده. حدك ممكن تسمع كلامي. ممكن ما تسمعش كلامي. ممكن حدك كلامي يضايقك. يزعلك. بس في الاول اخر اعمل احترام زي ما احنا بنحترمك. وبنقدرك كاقيمة كبيرة جدا لكرة مصرية. اعمل احترام برضو لزميلك. وللناس اللي فعلا بتحب الكرة. اللي هي بتكلم بملهاش مصلحة معاك. الناس اللي ملهاش مصلحة معاك يا كابتن حسام. فبتمنى الجزء دي. في تصريح تاني برضو الكابتن واي الجمعة. آآ كابتن حسام حسن عنده مشاكل شخصية مع عمر كمال عبدالواحد وعمر جابر وازاي ما يتمش استدعاء سام مرسي اللي بيلعب في البريميان ليج وتقول لي عشان لغة لغة ايه يا جماعة ده تهريج. آآ آآ كابتن حسام خد بالك موضوع الفترة الاخيرة موضوع ان ظهور كلمة حب وكره دي مش حلوة فصال حق. وبقت منتشرة. وده مش حلو. خالص. منتخب مصر مفوش حب وكره. خالص. آآ برضو من ضمن الحاجات بصراحة وانا اتكلمت برضو على سام مرسي يعني. لازم حداك توضح للاعلام. انا عايز حداك لما تيجي تطلع في الاعلام وتتكلم في المؤتمر الصحفي لو سمعت. كلمنا ودينا آآ آآ كلام للجاي. عايزين نسمع حداك اللي جاي انت بتفكر في ايه? مش هتقعد ترد علي وترد على وقت الجمعة وترد على احمد ومحمد ومحنا آآ حداك انا عايزك على الشاشة وعايز في المؤتمر لو هتابعك. انا عايز شوف حداك بتوصل ايه للجمهور بتوصل لنا. انا مش عايز حداك تفضل تقعد ند لينا. يعني احنا مش عايزين حداك تبقى ند لينا مسلا في في الكلام. انا بوجه رسالة حداك عايزين نعرف. ليه? وسام مولس ما بيلعبش. فعلا بيلعب في الدورة الانجليزية. هل هل بسبب فعلا لغة? مش ممكن. ليه عندك محمد صلاح ما بتكلم انجليش? حتى لو الولد ما بتكلمش عربي في عادي محمد صلاح يقدر يترجم يعني فيه فيه اكتر من كزا حد بيتكلم باللغة الانجليزية يقدر يترجم لك او يقدر يترجم له الموضوع مش صعب. زي ما كنت بتتعامل مع العيبة اجانب فكان بيبقى عندك مترجم. واللعيبة ساعات لما المترجم بيبقاش موجود فاللعيبة بتترجم لبعضها? والموضوع بسيط. انا واحد من ناس فعلا عايزين نعرف ليه سام مرسي ما بنضمش. اصل لو موضوع لغة دي صعب قوي. بالنسبة للتصريحات كابتن واي الجمعة على موضوع المشاكل الشخصية مع عمر كمال عبدالواحد وعمر جابر الموضوع ده منتشر. وابتدت الناس تتكلم فيه. وده مش في الصالح. يا كابتن حسام حتى لو عندك مشكلة مع برايم افصل. عندك مشكلة مع عمر جابر وهفضل اعيدها. لان فعلا كان عمر جابر يستحق بصراحة. وبعد دي عمر كمال عبدالواحد. بس رقم واحد مين? عمر جابر. لو عندك مشاكل مع حد افصل بقى. افصلها مش وقته. مش وقت المشاكل الشخصية وواصل ده قبل كده عامل معايا كزا واصل ده قبل كده نزل لي بوست وقبل كده تكلم عليها في برنامج وحش. خلاص بقى انت ماسك منتخب مصر. الموضوع مش مش مستاهل سراعات. وانا بقولك اللعيب كويس ضمه. عايزين نعرف ليه سام مرسي ما بينضمش لمنتخب مصر. ما اتمنى ان حالك توضح لنا الجزئية دي. لان الناس فعلا بتتكلم فيها والجمهور. واحنا كلعيبة كدامة او كاعلاميين بنتكلم في الجزئية دي.